بعد الضجة التي أثرتها صورة السناتور الأمريكي جون مكين مع ناصر الجيش الحر داخل الأراضي السورية وتبين لاحقا أنهم في عداد الخاطفين لللبنانيين في أعزاز صورة جديدة يظهر فيها رئيس أركان الجيش الحر سليم إدريس وإلى جانبه مكين وهؤلاء ومن بينهم محمد نور وغيره من الذين تعرف إليهم أهالي المخطفين النطالة الآن بالصورة الجديدة هو سليم إدريس هو قائد الأركان بالجيش في السوري الحر الآن تبرير جون مكين قبل أنه لم يكن أعرف أنه هم الخاطفين إذا جون مكين لم يكن أعرف أنه هؤلاء الخاطفين سليم إدريس لا يعرفهم كمان سليم إدريس نفسه من بداية الأزمة وبداية الاختطاف لما طلع وصار ينظر علينا أنه لم يعرف هؤلاء الخاطفين من هني ولم يعرف لمين تابعين وهني لمين ينتمون اليوم نشوفه موجود مع الخاطفين مع محمد نور ومع أبي يوسف ولم يعرف مين الأهالي دعوا الحكومة اللبنانية إلى طلب تفسير من السفارة الأمريكية في بيروت لما اعتبره شراكة أمريكية في الخطف من خلال لقاء أحد المسؤولين الأمريكيين الجهة الخاطفة